تحت شعار الحلول الإبداعية لتحديات الموارد البشرية انطلقت عمال الملتقى الخليجي السادس لتنمية الموارد البشرية وذلك تحت رعاية جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية مع المستوى العالي من الإيجابية في قطاع الموارد البشرية الذي لم تتهاون أي مؤسسة في تقديمه إلا أنه قطاع يواجه العديد من التحديات بشكل يومي الملتقى الخليجي السادس لتنمية الموارد البشرية جاء لأناقش أفضل الممارسات في قياس ورفع مستوى الإيجابية في بيئة العمل إضافة إلى سبل تقليل ضغوطات العمل بفاعلية أهمية هذا المؤتمر تتركز أساسا على تأهيل وتطوير قدرات مدراء الموارد البشرية مدراء الموارد البشرية بالنسبة لنا يعني أفق واسع من التعاون مع القطاع الخاص من خلال الشركات والمؤسسات والهيئات المختلفة هم ضباط الاتصال مع وزارة العمل ومع الجهات المختصة فهؤلاء المدراء يعني يعتبرون قاعدة واسعة للتعاون وتطوير بيئة العمل التغلب على الصعوبات والمشكلات التي تواجه العمل سواء من حيث الإدارة أو من حيث عمليات التشغيل أو عمليات التوظيف عمليات تنمية الموارد البشرية بشكل عام فالتعاون معهم وتأهيلهم وتمكينهم أمر حيوي جدا لصالح دعم وتطوير إصلاح سوق العمل خصصة أعمال الملتقى هذا العام باختيار نخبة من المتحدثين الذين ستغطي مشاركاتهم حلولا إبداعية للتحديات المتعلقة بالموظفين والتحديات المتعلقة بالإدارة العليا وبيئة العمل كنت متحدث في الملتقى الخليجي السادس بورقة عمل بأنوان الحلول الإبداعية لموارد البشرية حقيقة المؤتمر كان أكثر من رائع بنخبة من المتحدثين من جميع دول الخليج وهذا احتضان رائع من مملكة البحرين لمثل هذه النخبة في هذا المكان الهدف الرئيس من ورقة العمل هذه هي نقل تجارب سواء كانت أفريقية أو أوروبية عن دول كانت متناهية في الصغر واستطاعت أنها تتقدم في فترة قصيرة بسبب قوة الولاء للمورد البشري لهذه الدولة هذا الملتقى تطرق إلى مجموعة من المواضيع المهمة مثل رفع مستوى الرضا الوظيفي وتعزيز الولاء الوظيفية إضافة إلى الطرق الحديثة في تثبيت موقع الموارد البشرية كشريك استراتيجي في نجاح أي مؤسسة إلى جانب أفضل الممارسات في قياس ورفع مستوى الإيجابية في بيئة العمل وتقليل ضغوطات العمل بفاعلية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين